كلها وسائل بتساعد الإعلاميين على أن هم يجودوا في الشغل وفي العمل الخاص بيه لكن في النهاية الإعلام فيها لمسة إنسانية فيها حس إنساني يعني مهما جمت يعني أبليكيشنز عملت لي صناعة محتوى ترجمت لي نصوص عايز أشتغل عليها ساعدتني في شغري لكن الجانب الإنساني اللي بيدور المسألة ده أعتقد هو جانب جوهري مهم في صناعة الإعلام طبعاً طبعاً زي برضو مجال التدريس يعني إن أنا بقولت مدرس في الجامعة فأنا بحيث إن الفرق اللي حيفرق الذكاء الاصطناعي عن الذكاء البشري هي العطفة العطفة والخبرات الحياتية للإنسان بيأخذها يعني حتى كأعلامي الخبرات اللي بتأخذها في الحياة وعطفتك وإحساسك بالجمهور بتاعك ده ما يقدرش الذكاء الاصطناعي إن هو يعمل هو في الآخر هي آلة يعني لازم البعد الإنساني ده يكون داخل فيها فعشان كده أنا ما بحيثش أن هي حتستبدل البشرية زي ما الناس بتكبر فعشان كده مش معنديش مخاوف اللي هي إنه حنعوض في البيت وكده لكن لازم إحنا كمان نتطور معاه يعني اللي ممكن يعوض في البيت اللي هو خلاص مش بيستخدم الأدوات دي فما بيطورش من نفسه فما بيعرفش إزاي إنه هو يستفيد دينها إنها تطوره ده اللي ممكن آي لكن مدام الإنسان تلوقتي بيطور من نفسه بيستفاد بالأدوات دي كلها مش شايفة إن فيها أي مخاوف موسيقى موسيقى